مرحبا يا بنا! اشترونكم اشترونكم رجعتوا اياكم في فيديو جديد مثل ما وعدتكم بذاك الفيديو قلتكم على الفيديو الي جيه راح اعرفكم على جنس البيبي طبعا انا اعرف جنس البيبي بس حبيت اسوي فد شي بسيط حتى اشوفكم اياه و اقول لكم هنا طبعا قبل كل شي تعشينا ماما كانت نمسوية كباب وراما خلاص معاشا بشوفوا جمال الكيكة طبعا هاي ماما فاجأتني بيها كيكة طبعا غير شي بس هي خطايا راحت و جابت لي هاي الكيكاية الحلوة هنا انا سوينا شغلات بسيطة على الميز مثل ما تشوفون عم عيشة و عم نشعر فيها عم رجع احلم باليوم بدي نرجع وعديها نصد الليل موسيقى 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 لا انقوها دي على قرقة تلتو والبنك حصت بيها لكن مملتو الحنية منا وفيها من صغرة قادلتو يا حبيب اتقلبو للباما كنا وعشنا وغراما يا حبيب ألبا للماما انت كل الدنيا عندك وحلى اياما يا حبيب ألبا للماما انت نورا بسيطة ويالك انا وزوجي حبينا اخذ كم لقطة ورح انزلهم على الانستجرام رح احط لكم رابط الانستجرام وصندوق الوصف بسيطة 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 اصور لكم ورقة العنب طريقة الورق العنب طبعا كلش جميت مش دهيتها واختي قاتلي رح اقوم اسويها فاكت خلي اصورها واشوفها للبنات احنا شلون نسوي الورق العنب بالبداية مثل ما تشوفون اختي قطعت البصل وقطعت الفلفل وحمستهم سوية يعني شفتوا يعني تقطيع طبيعي مو كلش نوعه مهيتي واحنا نحب نضيف ورقة العنب نحب نحط بصل فاستلكنا البصل على صفحة بعد ما ذبل البصل والفلفل رح انضيف عليه الطماطة والبهارات بنات حسب انتم شو تحبون احنا اضفنا سماق اضفنا كوركم اضفنا فلفل اسود اضفنا دبس الرمان يعني انتم شون اللي تفضلوا تحبون نضيفوه اختطافة هاي الاضافات اللي قلت لها قلت لكم عليها للعافو وهنا هنه بعدين حطة التمن طبعا تمنا ملجعتها قبل بربع ساعة تقدرون منضيفوه البرغل اذا تحبون البرغل احنا نحب نضيف التمن وهنا هنه التمن مثل ما شوفون حمسنا نضيفوه البرغل و همشي نحط البوثيته بقاعدة الجدر شافين بنات تنزل عليها لحموضة تطلع الجن كلش كلش طيبة نضيفوه البرغل و هسه راح نبدي نلف احنا هنه نكون شيء ادناء جهز همشي بنات لت يعني تحطون كمية هواية من الحشوة لان انتو حسبو حساب راح يعني بالتهدير راح الحشوة تكثر فلت تبنوها مثل ما احنا نقول كلشي هواية مثل ما شوفون حطت كمية شوية قليلة و بديت ألفها وورقة العناب يحتاج ضاب يعني كل ما ضبين الورقاية كل ما راح تطلع عندك بالاستواء كلش حلوة هنانه طبعا مثل ما شوفتكم بالبداية العلبة اللي استخدمناها هما الورق عناب مطلعت كلش زينة يعني الورق مالتها كلش شوية منتهي مو مثل كل مرة الورق يصيرها قوي بس ابو الاسواق ما كان متوفر عندها النوعية اللي نستخدمها فاستخدمت هاي وبهاي الطريقة تلف لازم منعوف يعني فراغات بالورقاية لازم كلي تطبقتها حتى ما تطلع حتى ما تطلع الحشوة بالاستواء شوفوا بناتب هاي الطريقة يعني كل ما تلفون كل ما تلزموها منها ومنها أو كلتها تضبوها هاي الطريقة هاي الطريقة كلتها مضبوبة طبعا الحشوة طيبة هاي جي تاكلوها حل قدمة طيبة كلتها حموضة هاي وهنا لازم بالبداية عفنا شون مثل الدولمة حطينا عليها تقريبا كوب ماي وعفناها على النار لحد ما ضبت مايها كلتها وبعدها هنا نضفنا ليمون وهمنا شوية بحارات ودبس الرمان ولمندوزي وحطيتها هذا الدبس الرمان اللي استخدمنا واستخدمنا هذا الليمون ذا الليمون طبيعي بعد احسن ولازم اهمشو تضغطوها بالمعون حتى كلش تنكبس وتحتاج بنات الورق عنب يعني فترة طويلة مو مثلا ساعة وتستو مثل الدولمة اقل شي ثلاث ساعات على نار هاد يطلع لكم الورقة لا يكونش دائبة واحنا هنا نستو هنا استغلناها باللعب بينما يستوي الورقة العنب فظل نلعب دومنا بعدين نلعبها ها سنلعب حيو درج طبعا ها الاتفر حيو درج بس انها بنت الحيو درج شوية تعب يعني حلقة ما كبيرة وين يلا توصل لرقم الاربعة وين يلا توصل لرقم خانسة بس هي كلش حلو يعني ما المجموعة يلعبوها فتش كلش حلو فإحنا كل ما نلتم نقعد نلعب وشون ياخدنا الواهس يعني نظل نلعب ساعة أو ساعتين فوالله ظلنا نلعب وكلش تونسنا لحد ما صار الورق عنب طبعا هنال ما عونش نصغير حرهم مات فا وك عن الورقاء شون بنات طلعت تجنن تجنن صدق صدق طيبة يعني صدق عاشت ايتها التوتة عليها كلش طيبة وهنانا بنات اختموا اياكم الفيديو اتمنى اكون اعجابكم استمتعتوا اياي اهنا النهاية لازم اكل تربة سايرة مدمنة مات تربة ولو اني ادر هي موزينة وبس اللي عندها نقص فيتامينات بس ما عرف ليش كلش اشتهيها فدا اكل بكمية قليلة ترجمة نانسي قنقر شكرا